موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصبت الثاني عشر في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات حلقة اليوم بعنوان اختبارات الفروض الإحصائية الفرض الإحصائي هو ادعاء معين مبني على حيثيات معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل متوسط الحساب ميو أو الانحراف المعياري سيجما المقياس الإحصائي هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة اختبارات الفروض الإحصائية أو يسمى باختبار المعنوية هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع فرض العدم ونرمز له بـ H0 يفيد بأن قيمة معلمة المجتمع مثل المتوسط الحسابي ميو تساوي قيمة مزعومة ونختبر فرض العدم مباشرة أي نفترض بأنه صحيح ونتوصل إلى خلاصة برفض أو عدم رفض H0 أما الفرض البديل H1 يفيد بأن للمعلمة قيمة تختلف نوعا ما عن فرض العدم H0 يضم الشكل الرمزي للفرض البديل أحد الرموز أصغر أو أكبر أو لا يساوي وستقتصر دراستنا على الحالة لا يساوي فمثلا إذا افترضنا الفرض العدم H0 ميو يساوي 98.6 فإن الفرض البديل H1 سيكون ميو لا تساوي 98.6 الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفروض الإحصائية أولا سنصيغ الفروض الإحصائية فرض العدم H0 والفرض البديل المقابلة هو H1 ثانيا التحقق من الانحراف المعياري سيجمالي المجتمع هل هو معلوم أم غير معلوم وتحديد حجم العينة N ومن ثم إيجاد المقياس الإحصائي للاختبار Z أو T مسترشدا بالجدول التالي إذا كان الانحراف المعياري سيجما معلوم فإننا سنستخدم المقياس الإحصائي Z والذي يساوي X شرطة ناقص ميو على سيجما على جذر الان حجم العينة لا يشترط له حجم معين أما إذا كان السيجما غير معلوم فإنه في حال كان حجم العينة N أكبر من 30 سنستخدم المقياس الإحصائي Z يساوي X شرطة ناقص ميو على S على جذر الان أما إذا كان حجم العينة صغيرا N أصغر من أو يساوي 30 فنستخدم المقياس الإحصائي T والذي يساوي X شرطة ناقص ميو على S على جذر الان خطوة ثالثة تحديد مستوى المعنوية ألفة وحساب القيمة الجدولية Z ألفة على أثنين من جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو القيمة الجدولية T ألفة على أثنين من جدول T ذي درجات الحرية رابعا تحديد منطقة القبول وهي الفترة سالب زد ألفة على أثنين وزد ألفة على أثنين أو سالب T ألفة على أثنين وT ألفة على أثنين كما هو موضح في الشكل نلاحظ أن منطقة القبول هي ما بين سالب زد ألفة على أثنين وزد ألفة على أثنين أو المنطقة ما بين سالب T ألفة على أثنين وT ألفة على أثنين اتخاذ القرار الإحصائي بقبول فرض العدم أو رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ستقصص دراستنا على مستوى الثقة 95% إذا كان الانحراف المعياري سيجما لمجتمع معلوم فلنأخذ هذا المثال تزعم شركة أن متوسط رواتب موظفيها يساوي أربع آلاف دينار كويتي إذا أخذت عينة من 25 موظفا ووجد أن متوسط رواتب العينة هو 3950 دينار كويتي فإذا علمت أن الانحراف المعياري المجتمع سيجما يساوي 125 دينار وضح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي بمستوى ثقة 95% أولا نستخرج المعلومات من المسألة تزعم شركة أن متوسط رواتب موظفيها أربع آلاف دينار كويتي إذن هذه القيمة أربع آلاف هي قيمة ميو المزعومة أو هي فرض العدم إذن إج صفر ميو تساوي أربع آلاف بالمقابل سيكون الفرض البديل إج واحد ميو لا تساوي أربع آلاف سيجما تساوي 125 معلومة إذن سنستخدم المقياس الإحصائي زد زد يساوي إكس شرطة ناقص الميو على سيجما على جذر الان وبيانات المعلومات التي سنستخرجها من المسألة هي إن تساوي 25 إكس شرطة تساوي 3950 سيجما 125 وميو تساوي الأربع آلاف وبالتعويض في زد سيكون لدينا 3950 ناقص أربع آلاف على مئة وخمسة وعشرين على جذر الخمسة وعشرين وستساوي سالب أثنين بما أن مستوى الثقة 95% إذن 1000 ستساوي 5% وعليه 1000 على أثنين تساوي 25 من 1000 زد لألفة على أثنين ستساوي 1.96 إذن منطقة القبول هي الفترة المفتوحة سالب 1.96 و1.96 نلاحظ أن زد في الخطوة أثنين التي حسبناها باستخدام المقياس الإحصائي هي سالب أثنين سالب أثنين لا تنتمي للفترة سالب 1.96 و1.96 وبناء عليه سنتخذ القرار التالي نرفض فرض العدم ميو تساوي 4000 ونقبل بالفرض البديل ميو لا تساوي 4000 إذا كان الانحراف المعياري سيقما لمجتمع غير معلوم وإن أكبر من 30 أي الانحراف المعياري غير معلوم وحجم العينة كبير متوسط العمر بالساعات لعينة من 100 مصباح كهربائي مصنعة في أحد المصانع X شرطة تساوي 1570 من حراف المعياري S يساوي 120 يقول صاحب المصنع أن متوسط العمر بالساعات ميو يساوي 1600 للمصابيح المصنعة في المصنع اختبر صحة الفرض ميو يساوي 1600 مقابل الفرض ميو لا يساوي 1600 وباختيار مستوى معنوية 1000 يساوي 5% صياغة الفرض أولا H0 ميو تساوي 1600 H1 ميو لا تساوي 1600 معلومات المسألة N تساوي 100 S تساوي 120 X شرطة تساوي 1570 إذن سيقما غير معلومة وحجم العينة 100 أكبر من 30 إذن سنستخدم المقياس الإحصائي Z حيث Z تساوي X شرطة ناقص الميو على S على جذر ال N ويساوي بالتعويض 1570 ناقص 1600 على 120 على جذر المئة ويساوي سالب 2.5 تحديد مستوى المعنوية 1000 1000 تساوي 5% إذن 1000 على 2 ستساوي 25 من 1000 زد لـ 25 من 1000 تساوي كما علمنا سابقاً 1.96 منطقة القبول هي سالب 91 و 96 نلاحظ أن قيمة زد المحسوبة هي سالب 2.5 سالب 2.5 لا تنتمي إلى الفترة سالب 91 و 96 إذن سيكون القرار رفض فرض العدم ميو يساوي 1600 وقبول الفرض البديل ميو لا تساوي 1600 الحالة الثالثة والأخيرة إذا كان الانحراف المعياري سيغما لمجتمع غير معلوم وحجم العينة أقل من أو يساوي 30 أي حجم العينة صغير يعتقد مدير شركة دراسات إحصائية أن متوسط الإنفاق الشهري على الطعام في منازل مدينة معينة يساوي 290 دينارا كويتي إذا أخذت عينة عشوائية من 10 منازل تبين أن متوسطها الحسابي X شرطة يساوي 283 دينارا وانحرافها المعياري S يساوي 32 دينارا فهل يمكن الاعتماد على هذه العينة لتأكيد مفترضة؟ استخدم مستوى ثقة 95% علما بأن المجتمع يتبع توزيعا طبيعيا من قراءة المسألة نجد أن الانحراف المعياري للمجتمع غير معلوم سيغما غير معلومة حجم العينة يساوي 10 أي أن إن صغيرة أقل من 30 بداية سنصيق الفروض فرض العدم H0μ تساوي 290 مقابل الفرض البديل H1μ لا تساوي 290 سيغما غير معلومة وعشرة إن تساوي 10 والعشرة أصغر من 30 إذن سنستخدم المقياس الإحصائي T حيث T تساوي X شرطة ناقص الميو على S على جذر الان ويساوي 283 ناقص 290 على 32 قيمة الاس على جذر الان وهي جذر العشرة وتساوي تقريبا سالب 0.6917 إن تساوي 10 إذن درجات الحرية إن ناقص واحد ستساوي 10 ناقص الواحد وستساوي 9 من جدول توزيع T نختار درجة الحرية 9 في مقابل ألفة على أثنين 25% فتكون قيمة T ألفة على أثنين مساوية ل 2.262 وعليه تكون منطقة القبول هي الفترة سالب 2.262 و 2.262 نلاحظ أن قيمة T المحسوبة باستخدام المقياس الإحصائي هي سالب 0.6917 وهي تنتمي إلى الفترة سالب 2.262 و 2.262 وعليه سيكون قرارنا قبول فرض العدم ميو تساوي 290 إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قد تم عرضه وأستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر